لما بيخش موسم امتحانات السنوات العامة تكتشف ان السلوك بتاع الشباب بيتغير يعني اللي ما بيصليش بيصلي اللي كان مقضيها طول السنة حاول يتغير يعني مزنوق ودي كانت عادة ايام جيلي انا فجأة كده بقت فيه جحافل من زمائلنا اللي ما كانش اليوم علاقة بالدين خالص بدأوا يصلوا لا وايه يصلوا الفجر حاضر مش بس يصلوا لا دا كمان يلتزموا ورا شيخ من مشايخ الصفية ويمشوا وراه ويحضروا ما يسمى بالحضرة في الوقت دا انا كنت مهتمة اوي بالطرق دي وكنت رحت طرق كتير جدا وعديدة ومتعددة وكنت بعمل بحث عن الطرق الصفية على قدي في الوقت دا يعني بحث سازج يعني اقل ما يوصف بانه كان سازج وقتها اوي لكن ومن ضمن السزاجة ان انا كتبت المقدمة اية قرآنية ولما جيت اعرض البحث على يعني دكتور كان في بلدنا دكتور جامعة انبسط اوي ان انا بدأت البحث بالاية دي وبعدين سألني قال لي الاية دي في صورة ايه اسقطة فيادي لتو مش عارف وده كان يعني من معالم السزاجة يعني وقتها نما طالب في سنة ويعني بيعمل بحث فزميلنا انضموا الى شيخ طريقة جديد ظهر في بلدنا ويعني بقوم بالجماعات بتذهب الى هذا الرجل ففي يوم انا قررت اروح اشوف الراجل ده ايه فدخلت بيته كان عنده صالة كبيرة وجدت فيها ناس قاعدة على الارض والناس دي قاعدة الشيخ في المقدمة وبيشرح حاجة وهم قاعدين انا عرفت كم واحد من اللي قاعدين دول موظفين كبار موظفين كبار جدا ما قومش صغارين وطبعا زميل الشباب بقا قاعدين واره ومبسوطين جدا وفي حالة روحانية كده حصلة في الموضوع انما انا لفت نظري ان الراجل ماسك زي ليفة كده صغيرة وطبق مية وبيعمل حاجات غريبة بيها يعني فالحقيقة الراجل بيقول الشيخ ده بيقول كلمت عمر ما ردش كلمت عثمان ما ردش علي اتصلت بعلي من اول رانا رد انا الوهل اللي الاول افتكرت دول اصحابه فانا امباريت من وسط السبعين تمامين واحد اللي قاعدين قلت له علي مين وعثمان مين فقال لي قاعد يا جاهل علي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فالشقة تقلبت بيه سيدنا عثمان تليفون وكان زمان ما فيش موبايل كان التليفون العدة السودة الكبيرة دي فانا تخيلت سيدنا عثمان بيرد على التليفون لسود ده والجرس يقطع وما كانش فيه بقى تعرف مين المتصل طب فين السنترال بتاعت الناس دي يبدو ان الشيخ حاس اننا الحقيقة شوية يعني مسحوب من لساني فعمل حاجة غريبة قوي وجبت صلاة العيشة فقام للصلاة وبعدين قال هقدم لكم الامام اللي هيصلي بينا فالناس كلها قاعدة تبص مين الامام فقال لهم ده علينا انا مكنش متوضي اصلا فقلتو انا قال لي اه انت هتبقى الامام بتاعنا انا معرفش ايه كانت اهدافه من الفكرة يعني لكن اللي انا فاكره ان انا قلتو طب اخش توضى قال انت مش متوضي بتقول لأ فدخلت توضيت لحد ما زيقوا وصلوا يعني كفروا مني كده وزيقوا من وجودي ومن ان انا طبعا واقف في الحمام يعني عمالة توضى في 8 ساعات اللي حد ما خلق انا سمعتهم بيسلموا وخلصوا خرجت انا بقى هذا الرجل كان بيكرعني بشكل فظيع لدرجة انه وصلني انه شتمني بامي فلما رحت سألته ويا شيخ ينفع ترمي محصنة وتقول عليها لفظ زي ده قال لي اللي بلغك حمار انا ما قلتش اللفظ اللي انت سمعته انا قلت ابن الشر موت موت يعني روح موت الشيخ ده بعد كده الناس اكتشفت انه مختلس وانه كان فرض امن في احد الشركات وانه اختلس من العهده بتاعه الشيخ ده واللي زيه بينتشروا في الارياف او في المدن ويتحقوا عن الناس ويدجيلوا عليهم في سنة 2004 او 2005 طلع المركز القومي للبحوث الاجتماعية بحث انه في حوالي 270 خرافة بتتحكم في المصريين في عقولهم وانه الخرافات دي او اللي بيؤمنوا بالخرافات دي 11% منهم المثقفين يعني ناس نالوا درجات عليا من التعليم الحقيقة انه مش بس في عقول المصريين الهند البلد العظيمة دي انا ممكن اوريلك فيديوهات لناس لابسة غريب جدا وناس قاعدة جحافل من اللي هما المشلول واللي رجليه مش عارفه واللي عنه مش الاطفال وهو يمسك عبايا كده ويرميها على الشخص ويدربه على وشه الراجل يقوم يمشي اول مرة رحت ايطاليا سنة 2001 انا فاكر كويس قوي انه اول ما فتحت التلفزيون في الاوتيل كان فيه بتاع 16 قناة للفاتيكان اغلب القنوات دي كانت عبارة عن اسسة لابسين زي كده بدلة وجرفتة وبتاع ويتكلم في محاضرة كبيرة وتتقدم له واحدة يعني مشلولة او واحد مشلول ينزل يجي خبطه مش عارف ايه ويقول كلام وحاجات فيقوم الراجل يمشي فواضح ان الشعوب كلها بتتحكم فيها الفكرة دي بصرف النظر عن الدين الراجل الهندي اللي انا حكيت لك عنه ابو عباية يرمي على الشخص يمشي ده ده لا مسلم ولا مسيحي ده غالبا هندوسي اما الاسيس اللي حكيت لك عنه في التلفزيون الفاتيكان فده مسيحي كاتوليكي وفيه مشايخ بتعمل نفس القصة يعني فيه شيخ كان بيجي عندنا البيت حكوا النطار بقى بالنعش وقصة اياها دي اللي انت عارفها هذا الشيخ اول اللي قايا معاه انا شديت معاه بصراحة لدرجة ان والدي طراد من البيت لان اتهمته بانه دجال لكن حتى الان هذا الشيخ مبجل سواء في وسط البلد بتاعتنا او البلاد اللي جنبنا هم مؤمنين بان الراجل ده بيشفي الامراض ويطير الناس وينايم يعني بيعمل حاجات كتير قوية الحقيقة الناس مش بس في مصر لكن على مستوى كل الشعوب بتحتاج لمخدرات بتحتاج لقوة غيبية تعتمد عليها عشان كده كتير من الملحدين كانوا شايفين ان الإيمان بدين ماء ايا كان الدين ده هو محاولة للهروب من اي تفسير علمي او منطقي او عقلاني لان الملحدين شايفين ان الابيان هي غيبة للعقل مفيش عقل فيها هم شايفين كده وانا مش معاهم في ده يعني لكن هي الفكرة ان الناس بتحتاج لقوة ايمانية غامضة تحديلهم مشاكلهم عشان كده بعض الناس بتتطرف حتى لو مصقف ويؤمن بخلافات غريبة جدا حتى لو مصقف يؤمن بان الشيخ ده الحافي ده رجل مبروك وهنا بقى نيجي عند القصة دي المصريين تحديدا زي الهنود عندهم احترام شديد للمجازيب بيحكينا المؤرخ الكبير الجبرتي عن واحد حرامي وكان قاطع طريق وكان يوقف قرب السيدة زينب في شارع الخليج يسرق الناس اللي ماشي في الشارع كان يوقف واحد ندرجي يقولوا اللي جاي اتنين ولا تلاتة ولا واحد يعني يقول كده بالنص يا واحد يعني اللي جاي واحد اول ما يعرف انه اللي جاي واحد بس يقوم صالح ابو حديد ويتهجم على الراجل ده وياخد كل حاجة معاه الشرطة في الوقت ده قبرت على صالح ابو حديد وحطوه في السجن وكانوا هيخوزقوه يعني يحطوه على خزو او هيعقبوه يعني الا ان صالح ابو حديد ادعى الجنون ادعى انه هو مجنون ولان صالح كان عارف ان المصريين عندهم رأي ان المجنين بتشوف حاجات احنا بمشوفهاش وعلى اتصال بقوة اخرى احنا منعرفش عشان كده المصريين يحترموا المجازيب جدا ويبجلوهم جدا صالح ابو حديد ادعى انه مجنون الشرطة زهيت منه خرجته فاضل لحد ما بقيمش عريان لحد ما استلقته ست الست دي بقت هي مديرة اعماله المصريين بدأوا يرموا نزور للشيخ صالح ابو حديد وبدأت الراجل دا ينتشر وسمعته تنتشر وهو بيقول كلام ملغز مشفر كأنها رسائل الست هي اللي ترجم يعني واحدة عايزة تخلف مثلا فتقول له ما بخلفش يا شيخ صالح وهو لا شيخ ولا حاجة ولا بيصلي اصلا فهو يقول اي كلام فالست تترجم وتقول لها روحي هاتي بصلة وادعك تومة وعملي اي كلام الشيخ دا بقى مبروك جدا وبقاله مقام مقام الشيخ صالح ابو حديد اللي هو اصلا كان حرامي المصريين بيحبوا الحكاية دي قوي عشان كده اي واحد غايب عنه العقل يسمون مبروك اي واحد يقول المصريين كلمتين فيهم شوية ايمان وشوية احلام وشوية مخدرات يبقى الراجل دا طيب قوي لحد الوقتي كده لازالت الخرافات بتتحكم بعقول كتير من المصريين ومنهم المثقفين دلوقتي اغلبهم المثقفين اعداد بعض الستات في مصر اغلبهم يعني بيعودوا يفتحوا الكتشينة او يجيبوا واحد بيعمل اعمال انا بكلمك عن علم وبمعلومة اعرف زابد جيش كان له في السكة دي استقال لانه بقى عدو مجتمع بقى هو فقرة في كل صهرات الستات دي اعرفه كويس قوي يروح للستات وهم يجتمعوا ويفتحوا الكتشينة ويفتح القهوة والحاجات دي ويقولهم عالطالع والستات دول بتوقنا دي الجزيرة بتوقع عنديها فخمة قوي مؤمنين جدا باللي بيقولوا رغم ان انا شايفوا ندجال لحد الوقتي ترجمة نانسي قنقر